موسيقى موسيقى لماذا تدرك يا عبدالله؟ أنا جيت لرأيي لا أبخلياتي روح من عندي طول العمر مجوزة؟ لماذا بقى شو هالقصة؟ يا أمي أنا عم قضي كل النهار لحالي بدي مني يسليني ويساعدني بشغل البيت أنت لا عم تقبل تتجواز ولا عم تقدر ترجع وردي بس هيك ولا؟ في شي تاني؟ في شي تاني إيها؟ قولي شو الشي التاني؟ فهمية تقبرني ما لأمرت حبيبية إحماها لأنه سلفة جميل طلق مرته وهلأ أكله، شربه، نومه عند أمه بيصير خير أمي بيصير خير الخير تقبرني أنك تتجواز مره تاني، إذا كان موجود جوز فهمية بنت عمه وأنتي، أنا ما يفوت البيت أبداً يا أخلاص، شو بدنا فيه؟ نحن رايحين على بيت عمي، مو على بيته ما عجبني، واحد شرشوح، ما بيصير يكون قريب عائلة كبيرة مثل إنتي فاخد هو معك حق، وأنا ياريتني سألته لو مظهر شلون عطى أخته لهيك عريس لازم تطلع فهمية منه شلون شلون؟ قولي لو مظهر بيك تطلع فهمية منه، قل لي لو يطلقوا طيب طيب، نشوف شو بيصير عيب، عيب كبير اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة أشتركوا في القناة أميني أميني زكادي إخيري بكاذendre نعجب إ chut Kyle شو هالحكي مطيع؟ من ايام تحليم حارتنا كانوا يشتغلوا بالقواعي الرجالي شباك جميل؟ شو شبني؟ هاد الحكي ما بينسمع منوب شو شي الغلط اللي انا عم بحكيه ما فهمه؟ كل كلاما غلطوا بغلط وهي رجال حارة كل لون ولا واحد بيوني بيقبل انو الحليم يشتغلوا بالرجالي لك لك انتي اصلا شو دخلها؟ شي؟ يا سيدي دخلني شوف جميل اذا ما بتودي صوتك رح تشوف شي ما بيعجبك عم تفهم؟ شو بدو يطلع منك يعني؟ وارجيسو بيطلع مني مجد بلو مصهر باك انا شو ما هو يتعمل؟ اي بالهو شو خايف منك يعني؟ ونكفع حملي شلصة شهيرة خانو فتحة ورشة خياطة رجالي وأنا عم بشتغل معا وبنتنا كم واحدة من الحارة يعني يساعدونا بالشغل وين الغلط إلي ما في غلط منهم؟ شنو ما في غلط نظر بيك؟ هذا الشغل وكل واحد نشتغل اللي بده إياه إذا ما في أزل حدا شو المشكلة؟ بس هذا الشغل في حريم حارتنا جميل جميل استهدي بالله أي شي بيلزمك أنا جاهز مطيع والله ما بدنا شي غير كم واحد من الحارة يكف وشرون عننا بس لا ما إنتقل شفا جميل خاصة مطيع مطلنا رصة لوح تيسم يلا شرف جميل شرف مطلنا يا الله شباب شرف يلا شرف كل واحد يوا عشقلو يلا شرف 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 الله يرزقهم ما اختلفنا الله يرزق كل العالم بس انت كان لازم تفكر بالموضوع تفكر فيه منيح خلاص اخي راح يتوصى مشيت وين اعيد شو بده كان يا عميل وحوصينا على شها يروح تكرار ونعمل مشغل خياطي للبنات بالحارة وانتي بدي رباك عليهم منيحة يا ابني الله مأنعم علينا نحن عنا اراضي ومال كانات كتير ما لنا بيحاجة لحتى نشتغل هيك شغلة بس هاي تجارة يا امي تجارة والله ببارك بالتجارة ما بعرف انا مالي شايفتها لايقة مع مقامنا الكبير تقبرني امي مقامنا بالحفظ والصون والشغل معيب فكري عن أهلي وخبريني لا تستعجلي ماشي سكر بالموقوع نيحة شغل نيحة امي حبتك كتير يا استهار وانا كمان حبتها الله يحلي لك يا عب تسلميلي بس بدي قللك امك سألتني كتير اسئلة غريبة يعني سألتني عن كل شي بخصني يعني شو سألتك بالضبط مين ابي ووين سعكنا وانت عرسي على ابن عمي امي لما بتحب حضا بتحب تعرف كل شي عنه ومع هيك امك بتنحب يا وردة نهولي القصة بقى كل واحد روح عشغله مو مستهل القصة مارح انهية مارح انهية شو بدك تساوي يعني هيا تفضل لشوف يا سيدي انا جاهز للي بدك يا ولكن هون هالقصة مخلصونا بقى وحيات ابي مارح تمرو على خير لك يا سيدي ايدك وما عطعت انتي وابوك مشي أسو مشي انا حول ولا قوة الا من الله اشان الله سعمونا عيطنا شوي تفضل تفضل شري صياح هو سبب كل المشاكل بالحارب وبصراحة اكتر انا طلقت اخته لانه داخلي من المشاكل حلو حلو كتير والله ليش اخته شو دخلان معتبي مع راسي بين خلائي بالحارب بعد العمل الوسخي اللي عمله هو هو الله يسور عليه ماما نحكي ولك عيب جميل خليك محضر خير من وين بده يجي الخير وواحد قليل شرق من انت صياح قعد بيناتنا ليش هيك عم تحكيش واصدك لانه اذا ما وقفناه عند حده لحنشوف ولاد الحارة صغار متعلمين منه قلت الشرق والوساخة مصهر بيك الحارة ما رح تنضاف الا اذا الصياح تقدم وعرف حده عزو انت سكوت بك يا جماعة شبكة ليش نزلته صياح بيخانة واحدة مع السرسرية لانه هيك لا مانو هيك صياح بيجوز يكون غلط اي بس ما مانو قليل شرق شو مظهر بيك بلاقيك وايف منصفه لا منصفك ولا منصفه مختار انا منصف الحق وكلش بدي اياه انه تصالحه وتتصافه باس بس ما وقتا منهين اهلا وسهلا ابن عمي فضل 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 شرق لا الله اهلا وسهلا فيك فضل ايه ابن عمي انا مبارح محب تفتح السيرة وانتي كمان ما رديت لي خبر سألت منك سألتها وانحنا ديلك قلها تسمع بيدك ماشي تشاكورات يا ميمو هاي احلى فنجان اهول تشاكورات مرت اخي انا عم فكر روح زور الخانم سكت الحارة وكنت عم فكر انك تروحي معي منه بتتعرف عليك وبتشوفك ومنه كمان انتي بتتعرفي عليك شو قلتي ست حارة ايه ست الحارة شو بيشتغل ابو ست حارة كيف يعني ما فهمت عليك يعني هو مثل حضرتنا خانم ابوه باشا كبير لا حبيبتي ابوه مو مثل ابو حضرتكم باشا كبير ابوه كان كبير الحارة شلون كبير حارة ومو باشا كبير الحارة يعني زعيم الحارة اه اه هلا فهمت عليك خلص انا بروح معك لان ست حارة ايه تسلمي لقلبي يا مرت اخي يا كبيري يا خانم تشكرات هميني تشكرات صحتين تشكرات هذا كل اللي صار لا يا مرت عمي هالحكي مو صحيح صدقني يا ابني ابوك ما دفع ولا قرش واحد من حق الارض اللي بعناها ماشي والالف دهبي اللي تركن ابي مع عمي قبل ما يسافر شو؟ أنا ألف دهبي ابي ترك مع عمي ألف دهبي قبل ما يسافر مو هيك ابوك ما ترك عنا شي اصلا وقت لي سافر اخد معه كل ماليتو لا مرت عمي ابي ما اخد معه شي وانا عم قلك انه ما قلك عنا شي لا مرت عمي ايلي ايلي حق نص الارض اللي بيعتوها والالف دهبي كمان شو الاسبات اللي معه كلام ابي اكبر اسبات يا مصار والله ما فيني إلا شي انا بقول حاولي تتذكري يا مرت عمي بركض النسياني انا ما خرفت لحتى انسى اللي صار مع هيك حاولي تتذكري حاولي لا حول ولا قوة إلا بالله خاطر يا ابن عمي طول بالك طول بالك والله معك مع السلامة يا امو شو القصة يضوانا فيها بالحمام؟ شو القصة الباطلة هي؟ والله ما ضال فيها لا تنسوا الاشتراك في قناة شوف دراما ليصلكم كل جديدنا شكرا